أعزاء المشاهدين نتواصل معكم من شمال سيناء في نقل مباشر لكافة الأحداث التي تمر والتي تحاول مصر من خلالها دعم القضية الفلسطينية بشكل كبير نتحدث طوال هذه الفترة عن دعم يأتي من مختلف الدول إلى مصر ويتم إدخاله عبر مطار العريش ثم معبر رفح البري حتى قطاع غزة هناك انتشار لوحدات كثيرة من الشاحنات عبر معبر رفح وفي أغلب الطرق الخاصة بمدينة العريش ويمكن يقف خلف هذا الجهد منظومة على أعلى مستوى منظومة تستطيع من خلالها التعاون ما بين مصر والهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر منظومة الهلال الأحمر المصري هناك عدد من المخازن على مستوى محافظة شمال سيناء وفي مدينة العريش يستقبل المواد الإغاثية التي تأتي من مختلف الدول وتأتي عبر مطار العريش يسعدنا أن يكون معنا على الهواء الدكتور خالد زايد وهو رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء بنرحب بك فندم على شاشة النيل للأخبار والحديث يطول مع حضرتك حول المساعدات البداية كيف يتم التنصيق مع الهلال الأحمر لمعرفة احتياجاته من المواد الإغاثية يمكن في البداية حابب أقول أنه في تعاون مستمر على طول الخط ما بين الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري وعدد من الدول الشقيقة سواء العربية أو الإقليمية حيث يتم رصد احتياجات الهلينة في غزة والمصابين والجرحة من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني ومن ثم يتم إرسالها إلى الهلال الأحمر المصري الذي بدوره يتم يقوم بإرساله إلى الهلال الأحمر على مستوى دور العالم والمنظمات الأممية ويمكن قبل قليل كنا في اجتماع بحضور معالي السيد رزير محافظة شمال سيناء والسفير الكويتي وتلاهوا لقاء مع السفير التركي ومجموعة من 19 طبيب من تركيا كانوا أتوا على متن طائرة محملة أيضا بالأدوية وطائرة كويتية كان بها أكثر من 60 طن من المواد غذائية وثلاث عربيات أسعاف وتم الاتفاق على فكرة الجاهزية في حالة استقبال عدد من المصابين والجرحة بعمل مستشفى ميداني داخل محافظة شمال سيناء إضافة إلى جاهزية المستشفيات الموجودة داخل المحافظة ويمكن وصلنا اليوم أكثر من خمس طائرات ليصل إجمالي عدد الطائرات التي وصلت عبر مطار العريش الدولي لأكثر من 33 طائرة تحمل أكثر من 500 طن على متنها منها المواد الغذائية ومنها المستلزمات الطبية والأغرية وكافة المستلزمات التي يتم رصدها من خلال الهلال الأحمر للفلسطيني كما ذكرت سيادتكم ومن ثم يتم فيما بعد رساله إلى الدول الصديقة حتى لا يقوموا بإرسال عدد من الاحتياجات الغير ضرورية وتم إدخال المساعدات لأكثر من أربع مرات حتى الآن إلى قطاع غزة يقف وراء خلف هذا المجهود الكبير والذين ترون خلفنا في الصور مجموعة من المساعدات التي وصلت عبر بعض الدول جنود معلومة من شباب الهلال الأحمر المصري على مستوى سيناء وعلى مستوى كافة محافظات الجمهورية أكثر من ستمائة متطوع من شباب الهلال الأحمر وصل عدد ساعات العمل التي يقومون بها إلى أكثر من ستين ألف ساعة عمل متواصلة منذ بداية الأحداث وحتى اليوم وأنا عنتهز هذه الفرصة من شاشة النيل ليقدم لهم تحية تقدير وعزاز على ما يقومون به في سبيل نصرة أهالينا في غزة دكتور خالد زايد رئيس مجلس الدارة الهلال الأحمر في شما سيناء شكرا جزيلا لحضرتك